لم ينسى اللبنانيون اعتصامات أصحاب الشاحنات منذ مدة والتي أدت إلى تعطيل البلد أزمة هؤلاء لا تزال قائمة خصوصا في القرى الجنوبية حيث لا كسرات تعمل ولا مرامل بحسب أصحاب الشاحنات فإن عددا من المرامل مرخصة لكنها متوقفة بقرار قضائي وهم يناشدون القضاء والجهات المعنية إيجاد حل هناك ترخيص 3 إلى 4 ترخيص موجودة بالمغافر الجهزة لإنجاز العمل التبليغ والإنجاز إلا أنها موقوفة من جهة معينة فهذه الجهة متحفظة على البدء بالعمل لذلك نتمنى على هذه الجهة أن تستدعي جميع أصحاب الترخيص المنجز والغير منجز باجتماع فيما بينهم ويناقشوا هالموضوع لموقف لا شك حيوصلوا لحل يهدد هؤلاء الشبان بالتصعيد دفاعا عن لقمة عيشهم ويتوعدون بخطوات لا يمكن توقعها إن لم تحل مشكلتهم وبين المرامل وما تسببه من تلوث بيئي وبين أرزاق مواطنين على الدولة إيجاد حلول تراعي الظروف الإنسانية والبيئية